اشتركوا في القناة 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 ماشي 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 الحال طيب حدا غيره شباب أستاذ أول اسبوع في الخميس شباب اليوم بكم تبعتوا لي أول ملف كل واحد ايش وصل له سند اليوم بدك تبعت اوه تبعت لي حكيت إلي ولليان دك تعطينا رقم نتواصل معه اليوم ما بعد مين هو حكيت إلينا محامي مين محامي مين مين المحامي معتصم رداد معتصم رداد هذا اسم الأسير صح اه حكيت مع أهله حكينا مع نجاح حسن مين نجاح مين مين ليقاه لا تسمى أهله عام قيام حسن تكون مديرة الاسير في رمالو مين حسن حكيت لي تفاصيل عن وضع ما سألت عن أهله لإنه مين بتكتابع لماذا أخرج رقم أهله إلى المشتر مين برجع سأعطي معنا من وين هو معتصم؟ من طول كرم من قرية هي هلها صيدة من طول كرم؟ اه قريب سيدة عند جديد سيدة استاذ استاذ اسمعي بجوز انك مثلا وصلك الرئيس البلدية ورئيس البلدية مثلا وصلك لحد قريب له وهكذا طب تمام انا رانيت على رئيس البلدية بس ما حد سرد علي يمكن في هداك اليوم ما كانش في حدا بس لو رجعت كمان تنسيش ان احنا في ظروف حجر اه اه مهو عشان هيك ما حد سرد استاذ اه استاذ انا حكيت مع اهل الاسير وخلصت كل شي اخذت كل شي عنه وبدى توصل مع نادي الاسير هذا الاسبوع الاول اسبوع التاني بدك تتبع معه يعني كل اسبوع بدك تعمل ايش عنه يا رانين على الاسبوع هذا مثلا تعرف عنه ايش قصة هذا الاسير الاسير حكيت لك عنه من دار انظام انو محكوم اداري وعنده امراض قلب وسكري وضغط ومهدد انو مرته اسبوع هذا بتكتبي بتكتبي خبر عنه ممكن تعمل خبر بسيط عنه ممكن تعمل عنه فيديوغرافيك مثلا اسبوع الثاني بدك تحكي اشي من طرفه بدك تحكي مثلا اهل الاسير ببلغوا عن خلق او محامل اسير بقول انو انقطع التواصل معان قطاع التواصل ممكن تعملي خبر عاجل عنه فهمت كيف انقطاع التواصل مع الاسير فلاني ولكن الخبر عاجل تأثيره كثير قليل انت فاهمه صح؟ اه اه صح صح استاذ مفهوم ايش اللي بنا نعمله بسيط بسيط انت بدك تعمل قصة في نهاية الشهر بدك تعمل قصة ولكن خلال الشهر هاد انت عندك اربع قطة اعلامية بدن يطلع عنه مره خبر بسيط مره صورة مره تصميم مره فيديوغرافيك يعني كل اسبوع تنجزه بدي يكون في عندك انتاج الو انت مش طالب طالب تكنولوجيا سمعوني شباب انتو طلار تكنولوجيا اعلامي يعني كل فكرة بدكم تسووها بدكم تعرضوها للناس استاذ حتى يوم من عرفك علي نسوي لكم مثل فيديوغرافيك انت من انت الاسبوع الاول بالغالب كل ياتكم اسبوع الاول بدكم تعرفون عنه تمام؟ اه على الاسبوع الثاني بدكم تلاقوا داوية ثانية من دوايا قصصه ممكن تحكوا عن تأثير منع الدواء عنه ممكن تحكوا عن منع المحامي ان يشوفه ممكن تحكوا عن خوف الاهالي انو ليش مش عمال خوف عام على عليه من كورونا بتكم تلاقوا سبب شباب طيب استاذ انا بدا عسويهم كل طيب استاذ انا بدا عسويهم كل استاذ كويش ابدام عليه اخبار بسيطة اخير ايش ابدام الفيديوغرافيك ممكن تعمل هيك بالزبط هذا هو ممكن تعمل انت مثلا اخبار بسيطة اخبار بسيطة بس الاخبار البسيطة بدا تكون مركزة يعني بدك عندك كم معلومات كبيرة انت بغطتها في خبر بسيط وبدك ترفض مع ايش في جوة لمحمد صورة لإله صورة لأهله صورة لتطل صورة تعبيرية فاهم كيف طيب غيره شباب شباب زميلة النبيل صوالح وين استاذ برنيت لها كثير ما بترد يعني رنيت لها غير هذا الوقت ولا بالغالب ما بترد لا ارنيت لها قبل شوي مرتين قبل ما تبلش المحاضرة ومن اول مسحة وراء وانا ارنيلها ما بترد طيب ماشي انا هلا بدي امشي سريعا عشان ده نوقف هذا الريكورد عشان هذا راح احملكم اياه جواري شو معتاز واضح الامور محمد مقبل تمام تمام السامسامارة اه تمام راية فداء اه تمام ابرار حميدات ابرار مشت احوالك كلش تمام اه اه طوال يلا اديري بالك بالقيس كيف الوضع كلش تمام بني بس استاذ بدي اسألك هكذا انا اصيبها نفس عن نفس الاسير بس طريقة العرض انا بدي فيديو وهي بديها فيديو فانو عادي اسمعوا انتو التنين اتفوا انتو بتكم اتكرفوا تغطية انتو تنين هذفكم واحد بتكم اتكرفوا تغطية بتعملوا اتصال واحد واحد بتعمل تصميم واحد بتعمل خبر بسيط مش تعملوا انتو تنتقل نفس الاشي اه حاولوا اتكروا انتو ايش الافياد نعمل خبرين بسيطات كل واحدة تنشرهم على موقع ولا نعمل خبر بسيط واحد واحد فينا يعمل تصميم اه طب اشتاز اوكي طب اذا عاد الواحد نفع ان يعمل شغلة اه لو صمم اشو معين بس مش هولو عامله انو تخلي حدا يعمل اه المهمة تكون انت اللي مفكرة والمهمة تكون انت مصدر المعلومات نفينا اه اوكي يعني انت وظيفتك تجيب المعلومات ووظيفتك تفكري وتخلي الناس يشتغلوا معاك الفنيين يعني انت في عندك فنيين بيشتغلوا هلا اذا انت بتقدر تكون الفنية بيكونوا ممتاز ولكن هذا يعني عشان هذا بصراحة طلع بوسع وفق الشغل عندك بكرة الناس المشغلين بيحبوا ان يكون الصحفي قادر يصور ويصمم ويكتب هاي الاشياء كلاتهم عبعض كمام؟ نعم محمد اذا جبتلك اليوم اسير مش جديد الحكيت عنه حكيت عنه هدايك خلص سكرت في وجهة ومش كادر اوصل لحده بدري بدري محمد تحكي سكرت في وجهك الاسير هدايك الحكيت لك عنه هذيك اليوم خلص جاهز حدو نجيب اسير جديد نجيب اسيرجديد محدا بالمرة يجيب اسيرجديد محدا بالمرة يجيب اسيرجديد شباب شو يعني اسيرجديد محدا غير الاسير خطر يعني غير الاسير توعكم شباب خلص بتفشل الطجربة اكد انا مقسوري جديد طبر سيد مش هلوف اوصل لحده منrates طب انا كيف مين اللي طلب؟ استاني شوي، خليك اسكتوا جميعا اسمعوني مين طلب رقم أنعصم ردات؟ طيب هاي رقمه صفر خمسة تسعة تسعة منية وعشرين تنين اربعة خمسة. نحكم بالسجن لمدة عشرين عام. هاي رقم عائلتهم. طيب استاذ ابعتوا على الواتساب. هيبعت لكم يا على الجروب. اه تمام. طيب. مين كمال بدكم? استاذ. نعم. اه انا احتي اللي بدك تعطيه رقم. رقم مين يا خيتين? اه موفق. موفق عروق? او او. او. خليكم شوي. اي معتصم رداد. عندكم. طيب موفق عروق. ماذا غيره شباب? طيب استاذ. استاذ? نعم. نرحك هغير عسرتها. نرحك نرحك لاني مش عارف اوصل لأهلا ولكن الاسر التاني وتوصلت مع اهلا. ممكن? لا مش ممكن. طيب استاذ انا عندي 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 سيريني منها. سانو شوي. انت مع محمد انت ليش له هلأ مش مختار اثيرك? مش احنا اختار مع ذيك المغرب? اه كنت مختار حكيت لي مني احبزك توصل معنا. حوالت كتير توصل مع له ما عرفتش. طيب استاذ طلع. مين هو مين هون? اه محمد الحلبي اسمه. طيب اسمع عنه هلأ لانه الصبيه هلأ رح تبعت لي كمان رقم فما بدي اشتغل على هلأ بديش اجننها بس كمان شوي برح بابعت لك كمان اه محمد الحلبي بس انت تذكرني اه? اه. نعم. اه دفع عند اعمل على سير المقداد محمد ابراهيم الحيح. ساند انت اذيك المرة عن مين طلبت? ما طلبت. كان غايب بس اذيك المرة. كنت غايب اه. ما احكي لك عشان كنت غايب بدي احكي لك عالميم الدعمة. انت هذيك المرة كنت غايب ليش ما رجعت حكيت معاي ساند. ما رجعت حكيت معاك. ما حكولي شو حكيته في المحاضة. طيب وليش ما اجيت حكيت لانه اسير بدك انت بضيع عليه ثلاثة ايام شغل ساند. اليوم بدك تدبر حدا وتحكي عنه وتدبر قصته وكل شي. لا انا لقيت الاسير بس ما حكيت عني يعني حكيت من قبل يعني معايا. طيب ساند خلينا بس اسجل اسماك ساند. يعني مش اليوم اني تكتباسية. طيب. طيب. ساند. ساند عن مين بتك تسوي? عن مزداد ؟. مزدادة الحيه من الخليل هو. ما فعلوها شغل ساند. ابعتلي اليوم عنه. هذا ايش اسطغ الشاب هادا? أذ braucht العملة العملية في الياس بحكيت الخلم طيب ايش مالو هلأ؟. محكم 16 سنة. أخذو بين العلسان وخمستاش ببيت شامش. طيب ليش بدي نعمل عنه اليوم يعني. ليش بدي عمل عنه اليوم. ايش ايش جديد عنده بدي يكون في عنده خبر جديد في عنده قصة جديدة في عنده اشي حاجة احنا بنحكيها. ما لسه معرفتش بالضبط في اليوم بدي اشي الفيش فيها عشان ايك بحكي يا سند انت غريب عليكم. ما اللي بغيب يرجع حتى ما يضعش منكم ايام حرام. طيب اعرف يا سند بعد احكي معي. محمد ياسين شو صار معاك? ماشا ماشا. انا جاهز جبت رقم اخوكرة. انت مين على مين سيطين احنا? هيث معلكم استاذ الساوى عملية ثلاث عنده. هادا 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 معاي عليها. ايوه. ايوه. ماشا. خليني بس افتحهاي. تالا ابو جزر. عمر 19 استاذ هاد الشاب. تمام. تالا. ايوه استاذ. تصار معك يا تالا. بدي اعمل عن نصطفى البرنا. ليش? ايوه قصة انه كان مصاب اجعته جلطه قلبيا. طيب. ايوه. 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 ايوه وضعه قاعد بسوق. من حيث? ايوه الصحة كلياتها والاحتلال بتعمد الاشي. شو عرفك انه الاحتلال بتعمد? انه قرأت عنه لاد الاسير. حكيتي مع اهله? طيب ايش نسلم ايه? حابل اتواصل معهم. طيب. معناته احنا في عنا ضل. عنا هديل. بس هديل. وسند. محمد ظاهر حكينا محمد الحلبي احنا صفينا. اه اه. طيب ماشي خلص يعني هاي بدنا نوافق عليه. طيب سانا شو عمد تقول لي ليش محمد الحلبي كمان وره ذكرني بالله يا محمد. ثواني سيزو بس افتح اللي. سيزو هذا واجه الحكم مية وعشرين مرة. طيب. شو صار عنده جديد في الفترة يا محمد. حكيت لك انه في عنده محكمة بشهر سبعة. طيب شو كمان. ليش محمد غطيه اموره هذا الشهر? انا اخدت لانه تحكم يعني راكم عادي ضمنية. انه مية وعشرين محاكمة. طيب ماشي بس ايش ليش بدك تغطي عنه هذا الشهر? ليش ما تغطي عنه قبل ما يطلع بشهر واحد بس. مش غير. بلا فكر فيه جواب. عنده محكمة. هذا اللي قرأته عنه. طيب نيفين. ليش بده يغطي عنه من هذا الشهر البلاج. لانه كورونا والناس ملتهيين بهذا الشهد. يمكن يكون هو عنده محكicked. هي لكوا يكون في حولي اش اعلامة اللي يحكوا عنه. dabei جدا ما تغطي عنه انه فين. طيب رنيا ن mealsيين التمريمي ليش بده نحكي عن محمد الحلب هاد الشهر? اللي ليش بدنا نحكي عن محمد اللبي هاد الشهر؟ لانه وهو شهر الاسرع. رنيا رنياかساد مجتمعة. ليش بدنا نحكي عن محمد الحلب هذا الشهر? إذا كان عنده محكم بشهر سبعة ليش بدنا نشجع معتز يعمل عنه حمد حمد تادي ممكن رفع معنويات ليله أو إيش مش عارف طيب هل هذا هدف مهم إنك ترفع معنويات ليله نحن نسرقوا لرسالة واخدوا لخارج اسمعوا يا شباب هذا هدف مهم بس هدف سويت هدف لطيف هدف كتير رومانسي إيش كتير مهم هدف اللي مش رومانسي يا شباب إنك إنت تكون بدك تعمل خطة لإنتاج قصص متتالية عنه من هول لشهر سبعة علشان في شهر سبعة إذا الاحتلال فكر إنه يجدد المحكمة لإله أو يعرضه لإحتقال جديد يكون في جيش حقوقي مدافع عنه فهمتوا كيف؟ طيب أستاذ بدي أسأل سؤال فضلي هل ممكن إحنا نكون سبب في مساعدة هذا الأسير؟ يا سلام طبعا هاي محمد القيك هيك صار طبعا طبعا محمد القيك هيك صار معاه تمام واكب من أسير طب أقول لك إشي أنا لما اعتقلوني أول مرة لأولا الصحفيين ولا كان لليوم بجوزف معتعد لأولا الصحفيين ولا كان إليك الله وكرت المؤن فهمكي رسمي أنا كانوا كانوا بدهم يعطوني ومحكمين لأنا ضارب جندي تمام ماشي محمد الحلبي محمد ظاهر محمد الحلبي شوفوا هون إش اللي بدوا يختلف يا شباب ما الجديد اليوم شوفوا هون شايفين الشاشة اللي بكتب عليها ما الجديد اليوم خطة التغطية خطة التغطية يجب أن تتوائم مع مضمون القصة يعني ميعاد النشر يبدأ من الأسبوع القادم ويستمر حتى تحقيق الهدف المرجو من تسليط الضوء على هذا الأسير زي قصة هاي محمد وزي قصة بلسم محمد ظاهر وبلسم أدولي الخطة تبعتكم يا شباب أنتو الاثنين يجب أن تنتهي مع انتهاء وحدث المهم بالنسبة لهذا الأسير ماشي يعني أنت محمد ظاهر بتقول أنا بدي أعمل خطة نشر أسبوعية ولا بدي أعمل خطة نشر شهرية طبعا إذا كان خطة نشر شهرية هتكون تتلائم مع هذا الموضوع وبدي أعمل بدي أعمل الإعلامية تبعت الشهر القادم بس الشهر القادم على أربع أجزاء لأنك بدك تعمل الواجد أما أنت الطبيعي تبعك بدك تعمل خطة نشر شهرية عن هذا الأسير أو بتقول لا أنا هذا الموضوع بدي أهمني أكثر فأنا بدي أعمل خطة نشر أسبوعية فإنتاجي بدي يكون بالنسبة لهذا الأسير بدي يكون شهر أربعة خمسة سبعة معناته أنت بدك تعمل تجهز 12 قصة 12 قطعة إعلانية عن هذا الموضوع لحين الإفراج عن هذا الأسير تمام ماشي بلسا فاهماني هلأ كل واحد فيكم شباب بدي يرجع على هذه القصص بدي يحكي متى أنا بدي أحاول تهيبتي معاي هاي القصة هلأ مثل واحد زي محمد طاقاطكا أبرار أبرار أشتاج مثلا محمد طاقاطكا عنده فشل كلوي صح بتقولي أنا بدي أعمل خطة إنتاج لحين حصول محمد على علاج لمشكلته علشان ما يكنش الهدف تبعنا يا شباب إنه إحنا بس بنغطي الموقع الإعلامي تبعنا أو إنه إحنا بنحكي والله إحنا صحفيين مهتمين لازم نوصل لنتيجة كم تكيس؟ فإنكم ممكن تحكوا نظر خطة الإنتاج تبعيكم إنه في شهر مثلا أربعة بدي يكون فيه عندنا خطة للإنتاج الإعلامي في شهر خمسة بدنا نطلق هاشتاغ لكل مرضى لكلكلوي ونركز على محمد تقاطق عشان نوضعه صعب أكثر واحد فيهم فهمتوا كيف؟ بعدين مثلا الشهر اللي بعده بدنا نعمل يوم الأسرى للمرضى وبدنا نحاق وإحنا نعمل مثلا فعاليات في كل محافظة فهمتوا كيف؟ يوم وهكذا بصير شباب هون بصير الإنتاج تحكير كل واحد يفكر إيشكم تعملون لما إحنا أنا بلش أشغل شباب مدير إنتاج أو مدير أو رأي مثلا أكون رئيس تحرير على برنامج تحرير المادة الإعلامية تضعتها كنت مفكر في الأول أنه مش أنا اللي بحدد إيش اللي بدي يطلع بعدين تتفاجأ أنه حتى لو أنت صغير مثلا مرة تكون عمرك 24 سنة 23 سنة بتكون أنت اللي بدك يتحدد خطة الإنتاج الإعلامي لهاي الحملة مفهومة؟ ماشي طيب ملاك وملاك ملاك ملاك بلايان معتصم رداد بدكم تديروا بالكم أنه هدول الموضوعين أنتوا إنتاج مشترك يعني بدكون في عندكم خطة دسمي آه مصبوط ماشي الحال طيب شباب بسطلت هذا الموضوع في حالة أي سؤال أنا وإبا وأنت أنا وإبا إتمرشدي مش رشاد تمام شكرا نعم أنا اسمه سامر مش تامر حاضر ماشي اسمك انتي ملاك ملاك سامر عظيم يا انت مش حدود مش حدود تمت مكة ما عندك وليش لسه انت عندك أخر جدا آه آه جبت نعم أنا اللي بدي أعمل عنه اللي حكيتك عنه معداد الحية هو هو أخوي لما عمل عملية أخوه استشهد وهو لما تخصر عنده تغير ملامح الوجه وفقد السمع وصعوبه بالنطب ماشي حال يعني فيه كثير كثير أضرار عظيم إيش بحتاج هاي الفترة أنا مش قلق لك لا بقول لك منيح بس أحكي لي إيش المهم في هذا الموضوع هاي الفترة أنا بدي أصل على دولانسيل بدي أشوف إيش صار فيه معا إيش جديد إيش صار تطورات أو سلبيات صار من ناحية آه بني أدي الأسئلة عشان ليك بأحكي لك اليوم بدي أبدأ بدي أبدأ بعد المحاضرة مباشرة إن شاء الله أنا بستنى منك ملافة اليوم طيب أبرار كل شي تمام أميرة كل شي تمام شو أسوي لك أزود نعم أستاذ أميرة كل شي تمام بالنسبة إليك عندك سؤال أستاذ أستاذ اسمع يا فترة خلاص خلاص أستاذ أستاذ أولك اسمع اسمع شوية اسمع شوية هيني ماشي بالدور أميرة كل شي تمام آه أستاذ كل شي تمام أسيل عساف آه تمام بلقيس تمام بلسم أستاذ بس تسألة عشان أكون فاهمة آه هلا مش قصة بتخلص بشهر عشرة تقريبا تمام وإحنا هلا عشان الواجب بشهر أربعة بدي أعمل أربع قصص صحة كل أسبوع صحيح وبعدها بس يخلص لات الشهر بدي أعملها كتقرير وكا بشكل كامل يعني عن الأربع أسابيع بعدها بكمل بشكل شهري بحيث أنه كل شهر يحمل فكرة جديدة صح؟ صحيح لاحظ شهر عشان صحيح هذه ضمن الخطة أنا المطلوب منك بس الأربع أسابيع أنا بدي أشوف منك ما هذه الأربع أسابيع بعدين أنت بتكملي لحالك إذا بدك تكملي لكن أنا لازم كون في عندك خطة فهمت كير؟ يعني ممكن جلسة مثلا بكرة هذه القصة فعلا تنشرها يعني أنت ممكن هلا إذا أنت عامل إعداد كميس مثلا تبعتي هذا القصة بفرجيكم كيف عندكم في مادة تحرير صحيحتي التسويق للخبار بفرجيك كيف أنت ممكن تفتح تبعث لحدا تقول له أنا عندها القصة شو رايك تشتريها مني فهم كيف؟ آآ أوكي؟ طيب إباء راية إباء وراية كل شي تمام؟ تمام طيب فداء كل شي تمام؟ آآ طيب هلا بورجيك رقم وفق هسا بدي أفرجيكم شوف هاي في عندي كبشة شو اسمه؟ هاي في كبشة أرقام هسا بوديلكم ياهم طيب صمود آآ أستاذ كل شي تمام كل شي تمام؟ طيب آآ أديل مش موجودة صبا؟ آآ أستاذ كل تمام طيب تمام ملك وملك آآ يا أستاذ تمام طيب آآ محمد ظاهر طيب خليني أنا أعمال مع جواري شو خلاص؟ ليش وخلاص؟ ما أنت عندك قصة منيحة محمد؟ محمد الحالب محمد الحالب محسسني مش راح أعمل في أشي محسسني في شي جديد فيها تمام أنت بتقدر أنت ويتساوي مع بعض ولكن آآ ليش لا؟ بكون في عندك اسمه بكون في عندك نقص في واجب يعني أنت بكون تخسر على متين أو نصب بسبب هذا التغيير ليش؟ لأنك أنت كان المفروض المرة تكون متأكد أنك أنت بدك هذا الأسير لما عرضته نحن كنا متفكين أن أأكد لك عليه المرة تجاه ثم أنت أكدت لي مش أنا حكيت أنا وأمت على التليفون مبارح محمد مبارح آآ آآ سووي ما خلالني ساكمل الحالب ماشي محمد؟ لا خليك خلاص على أسيرك إلا ما تلاقي عنه معلومات محمد الحالب عندك قصة سند بس سند لك ملف محمد ياسين كل شي تمام؟ آآ بس بتقول أنت بجبت ليش معلومات جبت لك معلومات جتير ولك ماشي الحال خلاص أنت بس تخيل إياهم اليوم على مناف أستاذ يعني اليوم سنة يبعت لك الأستاذ اليوم يبعتون ليش يصار معاكم حتى لو بتدردش معايا الدردش أستاذ؟ يعني حتى اسمعوا بس صيغوها بلغة سليمة شباب يعني أي إشي صار معاكم بأخطاء ببلاء وإيشي بس المهم في عندكم أكام من بن لدكم تكون الفكرة اسألوا شوي بس اسمعوني الفكرة وطريقة العرض ورسائل التواصل وخطة الإعلان يعني كل أسبوعها وهذه طيب أستاذ بأي طريقة بدك تعرضها نعم يعني هو بأي طريقة بده يعرض فكيف الأسر طيب خلينا أفرجيكم يا شباب هذي الورقة اللي حكيانا فيها أو خلينا أعملكم ورقة جديدة وبعدي لكم إياها أنا بس خلينا أعملها إستاذ إنت حق سوي لها مسارة بتاعتش سوي لها مسارة هاي 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 سوينا هديك المرقى محمد بس إنت إنت مش موجود سوينا هديك المرقى سوينا هديك المرقى أي وقت بالنهيق بالضبط الفكرة اسمعوا الفكرة التواصل ما أيوة بدكم حدا رسمي وحدا من العائلة تمام؟ ومو عامي وفي عندكم طريقة العرض وخطة العرض شو يعني خطة العرض؟ خطة العرض يعني كل شرق كل هذا هلا طريقة العرض هون مش طريقة هي طرق العرض يعني فيديو جرافيك أو خبر بسيط خطبتنا ما بدنا يعني شوفوا شباب خلينا أفرجيكم شغلة هون عظيمة بتساعد تحكي سلنا شوي لا تحكيش عشان مش ضاي الوقت بس يا حبيبنا هون الفكرة هادي فقرة أو تنتين التواصل مع بتكتب اسم العائلة وهذا بتحطى أرقام تليفوناتهم طرق العرض خطول خبر بسيط فيديو جرافيك هذا كنت أحكيه تصميم تمام؟ هلأ ممكن أنت تختار تقول أنا بس بدي أعمل خبر بسيط وبعدين بدي أعمل مثلا فيديو جرافيك بتقول خبر بسيط هاي الأشياء المتاحة المهم لازم تكون هاي الأشياء عندك هاد شباب تعرفوا الأشياء أنه بكرا بالشغل كل واحد في هادول إلا ثمن تهمين كيف؟ يعني طبعا تسميم أكثر تسمع الفيديو جرافيك أكثر إشياء هلا بأخذ مصاري ولكن إذا قررت أنك أنت تعمل قصة مصورة قصة مصورة فيديو شباب بتعمله فلوس كثير منيحة منه إذا زي بلسم بالآخر بديك تعمل عنه فيلم بتعمله فلوس كثير 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 عظيمة مش شوية تمام؟ يعني أنتو بتحكم ممكن على كل دقيقة تبيعها بألف دولار يا شباب الله أيوان بالظل جاريش تبيعك كثير بألف دولار تعمل بيزي ساعة طبعا بقى طبعا بقى طلعوا طلعوا ما تمزحوش هذا 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 مصاري ممتاز طبعا إحنا بس نخلص نقدر نبيع ولا طبعا ليش ما تضع تبيعه؟ أسبوعية ليش ما تبيعوش؟ ليش؟ طب أستاذ ازدقنا بيعني يعني تبيعه هم يجبيني شرّة هاي الاشياء هاو شهرية نعم هزبيني شرّة هم يجبيني شرّة جميعنا أسبوعية شو بعرفك بركبينة هلا انت عندك أسبوعية المرحلة الأولى بس لحد ما تنتهي القصة بداك تشوف لأنك هون انت بالفكرة بداك تكتب هون فترة التغطية فترة التغطية هنشوف شو بدأكتب وسبب اختيار القصة فاهمين كير؟ اذا خلطنا بيدي بتجيب لنا شرة يا عمي انا ليش اجيب لك شرة؟ ما انا بفرجك كيف تصوق وانت بتجيب شرة مؤول مرة امي 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 انا كيف تجيب لك شرة يا عمي انت اشتغل وانا بجيب لك شرة ان شاء الله بجيب لك شرة اشتغل اشي زي العام ابعث عليك فكرة للأسرع تمام طيب شبك طيب خليني بس اشوف بس كيف التصميم بيكون تصميم يعني بك تعملي مثلا فيديوغرافيك تعمل بوستر بوستر انفوغرافيك هذا اشي اشي اذا ما لديك اش في تصميم طب ما احنا متعلمنا اش نعملها انعاد اذا ما لديك فيمات هذا انت اتعلمت اش اتعلمت خبر بسيط اش شغل على الخبر البسيط استراس تمام اشي جديد حلو يكون احنا هاي الشغلات شباب اسمعوا هاي الشغلات صاروا الناس اللي هم عندين في البيت يساووها الايفون اللي حالوا بيعملها شباب عشان ضايل ديئتين معي بهذا اللايب خلوني بس امشي معتاز جواريج ضايل عندك اسئلة لا لا في الشي نفين ضايل عندك اسئلة اي لا سالة تمام تمام محمد مقبل حكينا بدك تحكينا عن منصور موقدة بس قلنا لك ليش هسا محمد مقبل محمد مقبل محمد مقبل محمد مقبل فاكله مهوش او استاذ مجزف شغل صوت طالع من البث استاذ محاق عندي خطأ علت لا مش موجود مهوش موجود استاذ بدي اسأل عن واجب الوكالات والاخبار البسيطة ايش ننعمة عشان اصور شوي هلا هاد رح يخلص مهون فكرة للأسر افتح كمال لاي سانوا شوي اسمعوا بديواقف هادر لايف هلا لانه خلص بخلص الوقت تبعنا اي برجعلكم كمان خمس دقايق خليكم موجودين ناخد بريك خدوا بريك خمس دقايق وبرجع شكرا 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 شكرا